تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باشتياح مخيم مخمور بدأت أولى خطواتها بعد استداف المخيم بصواريخ طائرات مسيرة سقطت على عدة مناطق داخل المخيم الهجوم خلف ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بحسب المصادر داخل المخيم بدء تنفيذ التهديد أصاب سكان المخيم بالخوف من الآثار الخطيرة في حال تنفيذ تركيا تهديدها باشتياح المخيم نحن نرفض اعتبار المخيم حاضنة لحزب العمال لأنه يضم نساء وأطفال نحن هنا منذ عام 1995 وتحت إشراف الأوبام المتحدة ولدينا كل الوثائق لكن يبدو أنهم يريدون إبادتنا لهذا يرسقون بنا هذه التهديد وفي حين ينفي سكان المخيم وجود مسلحين مرابطين بينهم لم تسمح إدارة المخيم بدخول وفد أمني عراقي في إطار تحقيقاتي حول تواجد مسلحين بينما طالبت السلطات العراقية ومفوضية شؤون اللاجئين بحمايتهم من التهديدات التركية أردوغان يقول أن المخيم عسكري هل نحن عساكر؟ ألا ترى بأننا مدنيون ونعمل هنا ونحن لا نخاف من تهديداته مع إننا مدنيون لا نخاف أبداً نرحب بالموت ولن ترهبنا تهديداته انظروا بأنفسكم أين هم المسلحين؟ ألا ترون أن كل الموجودين هم من النساء والأطفال؟ تمثل أسوار المخيم الذي يقطنه قرابة 12 ألف لاجئ ملاذاً آمنة يوفر لهم مقومات حياة بسيطة لكن الأمر تغير خلال الأيام الماضية إذ أن هذا الملاذ الآمن لم يعد آمنة مع مواصلة القوات التركية تقدمها داخل الأراضي العراقية وبلوغها مخيم مخمور دون أن تجد موقفاً عراقياً أو دولياً لردعها عن اشتياحه كما أن الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات البشمرقة بنيران حزب العمال سيزيد لا محال الضغوط على سكان المخيم سكان مخيم مخمور يعيشون قلقاً متزايداً بسبب التهديدات التركية بتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردساني ليشمل هذا المخيم فداخل أسواره يتمتعون بالحماية ومساعدات عينية أما خارجه فحياة نزوح محفوفة بالمخاطر كما يقولون أيو رضا الحرة مخمور وينضم إلينا مباشرة من أربيل الخبير الأمني أعياد طفان سيد أعياد أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية كيف تبدو لك تداعيات القصف التركي على مخيم مخمور كذلك استهداف عناصر من حزب العمال الكردساني للبيش مرقا تحية طيبة لك سيد زينة تحية لمشاهدي قناتكم الكرام هذا ليس هو الهجوم الأول سبقه عدة هجمات قامت بها الطائرات التركية على مخيم اللاجئين في مخمور التصعيد الأخير دعا الرئيس أردوغان الثلاثاء الماضي الحكومة العراقية والأمم المتحدة للقيام بدورها وتنقيت وتصفيت هذا المخيم من المسلحين كما يدعي وقال إن لم يقوموا بواجبهم سقوم نحن وسنضربهم خصوصا أن هناك سابع اتهام أشيرت إلى أن مقتل القنصل التركي في داخل أربيل كانوا المنفذين من هذا المخيم وأيضا هؤلاء بأن هؤلاء جميعا تربطهم بعلاقات جيدة مع حزب العمال البككة بالنسبة للعملية اليوم التي أيضا حدثت صباح هذا اليوم قامت قوة أمنية من قوات البيش مرقا خلالها 43 سيارة لنصب نقطة أمنية في جبل متين في منطقة العمادية بمحافظة دوك لكن انطلق عليهم صاروخ قورنيت أدى إلى استشهاد خمسة من مقاتلي البيش مرقا وإصابة اثنان منهم واحد منهم إصابة شديدة والآخر فوق المتوسطة هذا العمل الذي قامت به قوات البيش مرقا هو بسبب القيام جماعة حزب العمال الكردستاني بزرع كافة الطرق التي تؤدي إلى مناطق تواجدهم ومعسكراتهم التدريبية كما يدعون في سفح متين أو جبال قنديل الأمر الذي انعكس سلبا على كافة القرى الموجودة في هذه المنطقة والتي تعتاش أصلا على الزراعة وتربية المواشي وأيضا تعرضها بين فترة والأخرى لنيران القصف الذي يستهدف هؤلاء بسبب تواجدهم من قبل القوات التركية فهم مواقعون بين نارين نار القصف الذي يستهدف البككة أو حتى الآن أصبح البككة وخصوصا بعد تمدد البككة منذ عام 2017 باتجاه سجار لتأمين الاتصال ما بين بعدتهم الرئيسية في قنديل وشمال وشرق سوريا طيب الاستدافات التركية المتكررة على حدع المك هل هي بالتنسيق مع الحكومة العراقية سواء في بغداد أو أربيل حتى ولو بالخفاء غير معلن عنها وإذا كانت لا إلى أي مدى تخرج هذه الانتهاكات التركية الحكومة العراقية باعتبارها خرقا للسيادة تتحمل الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة الوضع المزل الذي وصلنا إليه سواء في تضرر الأكراد العراقيين على امتداد هذه القرى والحدود بعدم اتخاذها أي إجراءات رادعة وتغاضيها عن ذلك الآن أصبح لابد من التنسيق الثلاثي بين الحكومة التركية والحكومة العراقية وقوات البيش مرقا لتنقية وتصفية الحدود وبالتالي تعتبر قوات الحزب العمال هي قوات دخيلة يجب أن تخرج من الحدود الإقليم والعراق وهذا ما دعا عليه كافة المسؤولين الإقراض في منطقة تأبيل الحزب العمال القدساني يطالبون في العراق من قبل 2030 لماذا تتحمل حكومات من 2003 وحتى هذه اللحظة مسؤولية تواجدهم سؤال جيد سيزينة الحدود العراقية التركية 330 كيلو 190 منها في دوك 140 في أربيل 55 كيلو ضمن أربيل هي تبدأ من زاخو وحدها كان ماسي كانت هذه المنطقة هي منطقة تواجد حزب العمال لكن بعد 2003 حزب العمال بدأ بالتوسع والتمدد وتحديدا بعد 2017 عندما شارك بما يسمى عمليات تحريض سنجار وانضم كثير من الزيديين إلى حزب العمال وحتى الوحدات الباقية التي تعمل وحدات حماية الشعب الكردي أو المقاومة الأزيدية جميعها تأتمر بأمرهم وهذا السبب وتمركزهم الآن في جبل سنجار حتى يكون عقدة المواصلات المهمة لتأمين اتصالهم بين قاعدتهم الرئيسية في جبل قنديل وفرعهم الثاني في شمال وشرق سوريا هذا التمدد السبب على مدى الحدود كان على حساب القرى والناس الموجودين على الحدود الذين دفعوا ثمنهم بحسب البعض هناك دعم كردي على سبيل الإنثال هناك مواقف مختلفة ما بين السليمانية وأربيل تجاه هذه القضية كيف برأيك سينعكس ذلك باختصار شديد لو سمحت ولهذا تغريدة الرئيس مسرور اليوم كان يجب أن نتكلم بصوت واحد هو يقصد يجب أن توحيد الخطاب الكردي سوى في أربيل أو سليمانية بأن هؤلاء هم سبب عدم استقرار والأمن في المنطقة ودفع ثمنها الكثيرين وليس هذا الفقط هناك تنسيق ما بين الميليشيات الولايية وحزب العمال والباقين وهذه كل من لها أهدافها حتى التنسيق مع البعض منهم مع القوات التركية إذن نحن أمام منطقة الصراع دول يقريمي تركيا وإيران والعراق في هذه المنطقة لكن الخاسر الوحيد هم الناس الذين يعيشون على امتداد هذه الحدود على شكل قرى ومجمعات والذين يعتاشون على الزراعة والتربية المواشي كانوا هم الضحية الكبرى ومتلنا كثيرا على حضورك معنا مباشرة من أربيل الخبير الأمني آية طوفان شكرا جزيلا لك على الحضور